مساء الخير على أحلى ناس وأحلى متابعين وأجمل وأشيك وأرأي ناس في الدنيا حلقة النهاردة ممكن تكون ما تعملت شعب لكذا وممكن تكون تعملت ولكن احنا هنحط إضافات فيها أنا برحب بكم كذا في البداية واستنى شعب لما تتجمعوا عشان نبدأ في موضوع مهم ممكن فيه إناس معظم الإناس إن ما كانش كل الإناس بتتمتع بالرومانسية ولكن الغلط لما يكون فيه أنسة رومانسية بزيادة مع بعض رجال الأبراج اللي ما بتحبش الصفة دي يطمنوني على الصوت رجاء في البداية والصورة عشان نبدأ إن احنا نكمل وبرحب بكم كده والجديد برضو عرفنا بنفسه عشان نرحب به واللي ما اشتركش بقى يشترك كده وينضم وشيره على قد ما تقدروا وتوقعوا كل حد يتوقع معنا كده مين هيكون المركز الأول هنبتدي بقى وعزرا لله هيجي متأخر في المركز لـ 12 حد توقع رجل الدلوي الهوائي بمعنى لو أنت أنسة رومانسية قوي وهترتبط بالرجال دي خلي بالك إن الموضوع ممكن ياخد طريق غلط ما يعجبكش بعد كده وما تفرحيش في البدايات في البدايات كل الرجال مهما كان فيك من عيوب بتحاول تبايلك إن هي متقبلها ولكن بعد فترة هتحس إن هو هتخنأ من الموضوع ده يبقى أكتر رجل في الرجال كلها اللي لازم تكوني مش هقولك ما تبقش رومانسية خالص ولكن خليك معتدلة على قد ما تقدري هو رجل برج الدلو الموضوع تصاعد من أكتر الرجال اللي بتكره حاجة زي كده لأقلهم يبقى لازم مع الرجل ده تحاول إن أنت توازن الموضوع شوية وإلا ممكن يتخني قوي من رومانسيتك الزيادة هنعلى لوصل للمركز اللحظة الشهر هنلاقي رجل آخر يعني متقارب منه وليس بأحلى أو بأحسن حال منه هو رجل القوس الناري برضو الرجل ده ما بيحبش الأنسة اللي هي رومانسية قوي حط تحت كلمة قوي دي خمس ست عشر خطوط لإنها هي الكلمة المحورية أعلى منهم وكده هنوصل للمركز العاشر رجل آخر بيشل برضو هو رجل برج العزراء الطرابي في حد بيقول الصورة مش باينة وحد بيقول الصوت فأنا هبدل على الراوتر الثاني طيب كده طمنوني على الصوت والصورة يبقى رجل الدلوس هم القوس هم العزراء أكتر ثلاث رجال تقريبا ما بتحبش الأنسة اللي هي رومانسية قوي وبتحب الرومانسية قوي وهم أصلا التلاتة بطبعهم رجال مش رومانسية هندخل في منطقة وسطة الرجال اللي هي بين البنين اللي هي في منطقة وسطة زي ما احنا بتوقعوا اكتبوا معايا أنا شايف التعليقات قدامي هنلاقي في المركز التاسع الرجل الحديدي ذو القلب الحديدي والمشاعر الحديدية رجل الجدي الطرابي بيجي في المركز التاسع عشان برضو يميل يميل للرجال اللي ما تحبش الرومانسية قوي وممكن تدخني منها عزرا بس انا بنواركم سدقوني ده صحي للعلاق كل الرجال دي تفضل الأنسة المعتدل هنبدأ ان احنا نخش في الجد شوية مع رجلها يعني سنة مقارنة بغيره هو رجل برج الطور الطرابي والأنسة الرومانسية هاوي بتعاني في المسألة دي لو مرتبطة برجل طور هي تتشألي بيعيني ورومانسية وورد وشموع وكلام وتفضل ثلاثة ايام تعمل كده على ما يبدأ يطلع كلمة واحدة رومانسية ده لي لأنه ما بيحبش الرومانسية العالية هو بيتشابه مع أخواته البعدة اللي سبقون من الرجال كل الرجال دي في منطقة وخلاص بقى بدأنا ندخل فيه الرجال اللي هي الموضوع عندها متقبل تقدر ان هي تتقبل تقدر ان هي تمشي معاه بالعجس رجال القمة هتلاقي مطلب أساسي عندهم الأنسة الرومانسية ولو مش الرومانسية حس ان في حاجة نقصة في شركة حياته الجوزاء في المركز السابق رجل برج الجوزاء في المركز السابق يعتبر الموضوع عنده بسيط قوي ومش مهايبر قوي وبرضو في المعقول قوي ولكن هنا بقى نقدر نخليك رومانسية فوق المتوسط شوية رومانسية فوق المتوسط شوية مع رجل برج الجوزاء أعلم انه في المركز السادس برجي اللي هو برج الحمل الحبيب العزيز دي الأبراج اللي تميل ان هي بتطلب أنسة رومانسية اللي هي بتحب الأنسة الرومانسية اللي هي ما تنزعكش قوي من الدباديب والهدايا وبحبك مليون مرة وحشتني ستمائة ألف مرة والأنسة اللي هي حالمة حوتية يعني أنسة برجي السرطان وإن كان في صفة الرومانسية توافقه ولكن حوت وسرطان مع الحمل يختلفوا في صفات تانية مما يجعل التوافق بشكل عام مش عالي أوي نبدأ نخش في الجد بقى أكتر وأكتر مع رجل يميل أكتر من الرجال اللي احنا قلناها دي كلها للأنسة الرومانسية ألا وهو رجل الأسد الناري رجل برج الأسد بييجي معنا في المركز الخامس هنا أقول لك لا خليك رومانسية لا زودي في الرومانسية ولكن انت هتزودي مع رجل برج الأسد هتزودي أكتر مع رجل برج العقرب اللي بييجي في المركز الرابع ومن الرجال اللي بتميل جدا للأنسة الرومانسية وهما الأربع رجال الأوائل بشكل عام من أول العقرب العكس العكس الأربعة اللي هما في الآخر اللي انتوا بتقولوا عليهم إخواتنا البوعة دا دي الوقت يعني العقرب في المركز الرابع وفي المركز الثالث رجل آخر أشد منه في الموضوع ده هو رجل الميزان الهوائي رجل الميزان لوف لوفي براحتك معاه لوف لوفي طيري فيه السحاب وطيري فوق الأنهار والمياه وقولي كلام أجبه بالخزع بلاد عادي ما هي الرومانسية دائما حلمة وكثيرا ما تبتعد عن أرض الواقع لتصل إلى عنان السحاب مع رجل بورج الميزان ما فيش إزعاج أبدا في الموضوع ده في المركز الثاني نعلى أكثر وأكثر في رجل تاني أشد حبا وأشد هوسا وبعيد تماما عن موضوع حلقتنا هو رجل بورج السرطان اللي بييجي في المركز الثاني السرطان عايز واحدة رومانسية وإن لم تكن رومانسية ممكن يفكر في الإبتعاد عنها أو الارتباط بغيرها الأول أكيد معروف رجل أو امرأة هو الحوت المائي لا يمكن مهما كان في بورج رجل أو امرأة يصل لدرجة الحوت في الرومانسية وفي إعطاءها وفي استقبالها رجل بورج الحوت حاجة تانية في الموضوع ده أنجزنا كل الأبراغ خدناها بالترتيب نصائح مهمة قوي ونقدر أن نقول عنوان للحلقة دي الدباديب وخطرها على العشاء يعني ممكن نغير بعد اللايف أو نكتب الحلقة دي الدباديب وخطرها على العشاء فمعنا الحلقة دي الدباديب وخطرها على العشاء فمعنا طبعا الجماعة اللي هم الفريق اللي جاه تحت ده ده الدباديب خطر في رجال الدباديب في العلاقة خطر علي من لهم أخونا الدلو أخونا التاني القوس ابن عمنا العزراء الرجال دي بوجه نداء من موقع هذا لكل النساء الدباديب خطر عليهم فما تطلبش دباديب ياما منهم لو حد عنده أي سؤال في موضوع الحلقة أو بره موضوع الحلقة يقول لي خمس دقائق كده نبدأ ان احنا ندردش في التوافق في العلاقات في موضوع الحلقة في أسباب البعد في ليس يبني في الحب من طرف واحد فأعترف ولا لا فلما اعترف لي أعمل إيه يعني الموضوع يعني لولا بورج الدلو بتقول دباديب مين هاتلي سندود شاكل أقسم بالله لأن أنا عرفها بتعلق كتير فهي بورج الدلو يعني حتى مش رجل الدلو اللي ما بيحبش الدباديب كمان الأنساء مجبش حاجة من عندي حاجة بجنة إزاي أكا نجمع الله يخليك ريئة وميزانية ريئة الله الله ألحوت ألحوت طبعا الله ألف حاجات وحاجات تانية هيجننك فيها على فكرة أنا بورج السرطان هالا أحمد بعشة الرومانسية شور أكيد من غير ما تولي أنا عارف أن أنت خلقتي لأجل الرومانسية بعض رجل الطور ما فيش آه عشان مرتبطة بيه ولسه بقى ما شفتش الوجه الآخر أو أنت فيكي طباع يعني متلأمة معافع عشان كده بتشوفيه بيرفكت مية مية تمام ما فيهوش أي غلط أنا بحب بفعلا الرومانسية ريهان محمد بورج الأسد طبعا أنسى الأسد أعلى من رجل الأسد في حبها للرومانسية ولكن برضو خلي بالك لو رومانسي 24 ساعة باستمرار هتدله على أفا خلي بالك لأن أنسى الأسد كده ساعات بتيجي مش عايزة رومانسية عايزة جد عايزة واقع شوية وممكن الشبشب يطلع في الحالة دي يعني من الحالات اللي ممكن أنسى الأسد تطلع فيها الشبشب هي الحالات دي وأنا دايما بقول أنسى الأسد أكتر أنسى بتدي بالشبشب ربنا يجعل كلامنا خفيفة عليهم رجل السرطان بيهرم الرومانسية استحالة نوال يا أم سرطان مضروب اللي أنت عرفتيه يا أم في حاجة غلط لأن في بعض الناس تبقى مثلا مولودة في يوم وعلى ما تكتبت في البطاقة يوم تاني فاتدخل الدنيا ببعضها عشان كده لما حد بيسألني عن بورجو أقول له ماليش دعوة بالبطاقة أنا عايز أعرف في اليوم الحقيقي أسأل والدك أو والدتك أو أخوي الكبير أو عمك أي حد أنا واحد من الناس مكتوف في البطاقة بورج ويوم ميلادي بورج تالي والله بكلمكم بجد يعني أنا في البطاقة طور ولكن الحقيقة 8 أربعة اللي هو حمل حمل يعني فدي حتة بيقع فيها كتير مننا وبيقود شباله أنا دلو زوجي أعرف في مشاكل يعني فينه إن شاء الله تتحل إن بورج الحمل عشق الرومانسية حب الصور أمرأة الحمل والأسد أشد من رجال البرج ده في النقطة دي في حبها للرومانسية بشكل عام حجاب جنات محمد ورجو الحمل ليه بيقلب الترابيزة دايما عشان ده طبعا وإحنا عملنا يا ميزانية حلق عن الموضوع ده وتصدر الحمل رجل أو امرأة حتة قلب أولا قوته وشجاعته وعصابيته الزيت دي ثلاث حاجات بتخليه قولك علي وعلى أعدايا ومش هممني قولي يحصل يحصل وده غلط طبعا ودي مشكلة إنه كثيرا ما يتندم على تصرعه هو الحمل يميل للتصرع أكتر من العقلانية شوية يعني باعتبره بورجي ناري في الأول وفي الآخر والنار هي اللي بتسيطر عليه فعلا أنا كان عندي بورجي أنا ما شفته يعني أعز الناس أه طبعا أصلا أنا عارف الواقع اللي بيدور إيه ولذلك في ناس في التعليقات بس مش هرد على كل واحد أما نيجي نعمل ترتيب يقول لا أنا ببقى عارف أقسم بالله يعني إنه أسد مضروب إنه سرطان مضروب إنه حوت مضروب بس في ناس يعني بتبقى مش وغدة بالها من الحتة دي لا خطر طيب حد عنده سواء الحوت متقلب لهو مش متقلب بس هو ألا حاجة بتأثر فيه فايبان إنه هو متقلب يعني بكلمة بسيطة يضحك ويبقى متفائل بكلمة بسيطة يزعل وينكد الدنيا فايبان قدامك أو يبان قدامك إنه هو في مشكلة عنده أو إنه هو متقلب ولكن هو حساس وألا حاجة بتأثر فيه أماني أنصى العزراء ورجل الحمل التوافق صعب أماني محتاج نفهم الطباعة شوية خواطر أنا ميزان وزوجي حوت وتلتقوا في الرومانسية ولكن أنت ليك يعني دفوهات أو ليك عيوب عليه أكتر يعني لو قلنا هنقول أنت اللي هو يعني هو مش عاجبك يعني درجة اقتناعك به أقل فهم أنا بتكلم فيه كميزان منطلقة متحررة عايزة تأدير عايزة قوة شخصية عايزة جنون لما تتجنني وهو يعني الرتم بطيء شوية في المواضيع اللي زي دي رجل الجوزاء بين البنين ما هواش رومانسي ما هواش مع دوم الرومانسي إطلاقاً ويميل إن إحنا نقول رجل مش رومانسي يميل وليس بالمعنى الحرفي للكلمة الحوت دالو عيش ضانك طبعاً أصعب طوافق دالو حوت دالو سرطان أياً كانت الأطراف دايماً بنحذر منها إذا ما كانش أنت كحوتية أو سرطونة بنبناية أو سندريلا متقدم لك أو داخل حياتك رجل دالو شوفي الأول الرجل دا عنده يعني قابلي أنه يتغير عشانك ويغير بعض الطباع السودة اللي فيدي ولا لا لأتي لا ابعدي هيسوت حياتك لأنه تغفق صعب جداً جداً فهو ما تتخيلوا مش بعقاتكم ولكن سدعوني بنا وبرك أكتفي بالقدر دا كتبولوا رأيكم في الحلقة شايروا على قد ما تقدروا لو شايفينها مفيدة ولو حبين اللايف والخلفية الجديدة دي مش عارف بينها شكراً للمشاهدة